موسيقى بسبب الاحتجاز التعصفي اللي صار بحقك السنة الماضية بسبب الكملك شو القصة؟ القصة انه انا من 2019 حصلت على الكملك وطبعا عملت الاجار والبيت وكذا قبل شهرين طبعا ثبتت النفوس لانه كان فيه اعلان انه لازم تثبيت النفوس والعنوان وبعدين تم الغاء الكملك فجأة ما بعرف اذا لتغى الكملك ما لتغى الكملك بس انا اخدت موعد لانه بدي صحح معلومات يعني لانه وقت بصمت مجوزيني واحدة ما بعرفها مثلا هاي من الاخطاء تبع الامنيات مثلا دخلت معي لا هو يفهم عربي ولا نحن نفهم تركي المعبر دخلت معك؟ معي بنفس المركز تبع الامنية اللي بصمنا فيه يعني انت اصلا بس شفتها بالمركز لا هي اصلا هي مجوزة زوجة سوري طبيب نرويجي هاي من احداث هاي من الخربطات يعني الخربطات فبدي اعدل انا معلوماتي وفجأة بلاقي بالايدة ولا تحطيني يعرف يقرأ ويكتب انا معي ماجستير فجأة لاقي محطيني صحفي يعني كل المعلومات عني منقوصة منقوصة فرحنا نحن على ادارة الهجرة بناءا على الموعد اللي هني عطونا اياه انه قبل شهرين تبعثوا رسالة وما بعرشوا فجأة قالوا لي استنى بادارة الهجرة التي ممكن هم يتأكدوا انا قدمت الكملة وقدمت بطاقة الصحفيين هذا الحكي العام الماضي العام الماضي بخمسة نيسان بالاثنين وعشرين فجأة بيقولوا لي استنى استنى بعد شوي بلاقي حالي يجيبوا لي اتنين من الشرطة يجرجروني برا وانا مكلبش بنص ادارة الهجرة مكلبس وجرجروني بشوارع اسطنبول حطوني بسيارة وانا ما ليفهمها شي يمكن في خطأ بالاسم انا بتعود يعني بالحواجز النظام يعني انو يوقفون على الجنب لا يتأكدوا من اسم الام ويهب فقلت معناتها يمكن نفس السيستم يعني اخذونا بعدين على ما شفى حاسك انا ما ليفهمها شي ما بعرف شو عم تسألني وما بتعرف تركي اكيد وما بعرف تركي بعدين اخذوني على كومكابي الكاراكوني اللي بجنب مركز ادارة الهجرة ببيزيد قالوا لي انت وقع خلال خمس دقايق بتطلع سير بيستان انا ما فهمت غير كلمة سير بس يعني انا ما ليفهمها شو بدي وقع يعني لا عندي محامي لا المحامي موجود ولا بتعرف شو القصة يعني شو صار معي ليش صار معي ولا في مترجم يعني في واحد يمكن مكسر باللغة انا ما ليفهمها عم يلي كملك ما كملك قدمت اللون ومعي كتبي جايبة مشان حدث معلوماتي مشان اللون ومعي صور عن شهاداتي ومعي كذا كل هالشي موجود معي يعني عم يقولون انا جاي بس بدي يحدث معلوماتي يعني انا ما ليفهمها شي فجأة بوقعنا وفجأة بيشلحوني الاشياط والكذا والهيئصاص ويحطوني يحجزوني للمساء بزنزانة باردة وكان وقت بارد يعني نيسان كان بوقتين نيسان بس هنه بيسألوا عن الأروج ما بعرشوا للصيام صح بس هاي اللي النروع زاني معنا بارداني نبدي حرام انا ما بدي هنا واني صايم حطوني يعني بزنزانة لحالي يعني بعد شوي بعد شي اربع ساعات او خمس ساعات يعني المنيح انو خبرت الناس يعني الحق تتخبر الناس لانو عادة هنه نعم ياخدوا التليفونات حتى وانا مكلباش يعني قدرت انو مباشرة ابعت رسالة انو انا معتقال حتى نزلت مباشرة بوست بوست عم اتجرجر بكلباش بمنبيزيد بعدين سحبوا طبعا مني باس حطوني بزنزانة وخلال تحقيق ما بعرشوا كتبوا كتبوا من عندهم المؤحضرة اه وفشي يعني انا ضليت يمكن اربع خمسة يام لفهمت شوي يعني كلمة ساحتة مسلا تزوير كملك اه هو الاتهام اليك كان تزوير كملك هنه عم يقولوا انو تزوير كملك هذا الاتهام طبع عن تزوير كملك تزوير كملك اه المهم اه نقلوني على اه جزلة كاركون تاني اه كاركون تاني يصوروني طبع المجرمين والنطق صوروك صورة ايه على اليمين وعليسار وشايل هال ما بعرشوا وشو الرقم اللي شايله الله اعلم بعدين نقلوني على بازار تيك كاركون تالت وكل ما يطلع من كاركون ياخذني على المستشفى نفس الوش المبعر شو هاي الممرضة اه بعدين اه باليوم التاني لقيت ما شاء الله في جمهور سوري جوا بالكاركون ادايوا قدر لهم بازار تيك كيف في ناس بلا تهمة يعني مو عارفة عن ليش انا صاحبني اه نقلونا تقريبا شي هنه اللي يلموا يعني يشنون بدي إليك 20-25 يجمعهم يعني يصيروا مجموع مشان يصير باص يعني اه فطلعنا باليوم التاني من بازار تيكي على بندك ضلينا تقريبا يوم ونص هيك شي او يومين يعني ليلتين ضلينا اهنيك ما شاء الله لعينا الامو انتحدة موجودة بهال او موجودين كان حتى معي نحنا مكلبشين يعني اخذونا من بازار تيكي لبندك مكلبشين كلبشات عادية ولا البلاستيك لا البلاستيك واحيانا يوم تكلبشت ببيزيت كانت اه معدنية ويوم تكلبشت ببازار تيكي كانت البلاستيك كان اه لقدام ولا لورا الايد مربوط مع طفل عمرو يمكن شي خمسة عشر سنة اربعة عشر سنة مغربي ملائم معه جواز السفر وبدان يرحلوا مباشرة على المغرب والولد خايف يعني ويدو بيحكي عربي يعني شوي مكسر حاولنا نطمنون يعني نحنا السريين يعني على اساس انه نحنا خبرة يعني اكسبرت بالحبس انه طفل كمان يعني ادمكا اه كامعي والله وانا وياه مربوطين يعني بالباص وصلنا على بندك بعد يوم والتاني اللي يجمعونا كمان يرحلوا جزيرين مغاربة ليبيين يعني الدول الشعوب اللي مقهورة يعني بس شاطرين عليهم يعني مثلا من غير الجنسيات بتعرفي الدول الاول ما حلو بيقرب عليهم المهم باليوم بعد ما جمعونا كمان للم ولمة من السوريين اخدونا نحن كنا 34 واحد من الطابق طبعنا سوري سوري بالكامل بالباص كمان كلبه شونا ايديكم لقدام ولا لورا ايدينا لقدام ايدينا لقدام وكان معي كمان واحد عمره 16 سنة ما له حدا هذا غير هداك الطفل لا هاد سوري هاد الشاب سوري عمره 16 سنة وما له حدا وعلى اساس بد يروح لعند اهله بمصر وكما يبدو كمان الجواز طبعه مضروب مسكين بدنا نرحله على شمال سوريا على شمال سوريا طلعنا 18 ساعة ممنوع مثلا تنزل يعني الواحد حمام استراحة ممنوع ابدا يعني لا وصلنا على أضنى أنا نرى في أقصى جنوب تركيا أقصى جنوب تركيا في كامب كان كامب بعدين صار حبس مسكر بعد ما طلعت أنا وكان كامب ترحيل هلأ صار حبس هلأ صار حبس مسكر يعني أصدقاء اللي طلعوا بعدي بعد أيام أو سبيع حكوا لي أنه صار حبس مسكر نقلوهن لواحد جديد يعني كبروا المعايير تبعون رحنا نسكتنا لهنيك الجندرما بلا شو يتعاملوا معنا بطريقة يعني عسكرية مثل المجندين جايين جديد على الجيش وقف وقعد وما بعرف شو وعم يعرضونا الهروات والعضلات وهالأصاص هاي فاليوم الثاني كان يوم عطلة مع أنه حاطين على أنه للأمم المتحدة وما بعرف الاتحاد الأوروبي من حقا تتصل مع المحامي وهالأصاص ما فيه ما قدرت تتصل بحدا ولا قدرت تحكي بحدا خلاص من بعد البوست أنت معت عندك تواصل مع برك لا 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 أبدا يعني الشغل الوحيد اللي استفدت أنه إجا المحامي اللي عندي عبندك وعملت له توكيل بس هاي هي تمام يعني في غيرك ما قدر يعمل توكيل لمحامي للأسف فنقلونا بأضانا باليوم الثاني كان فيه يوم عطلة يعني ما فيه مسألة ما يسمى بلجان حقوق وانسان فيه لجنة اجتماعية وما بعرف شوه وفيه طبابة وهيك قصاص أخذونا بيوم أحد على نفس الإدارة وحكونا إذا تتعاونوا معنا نعملكم منع سنتين عتركية وإذا ما تتعاونوا نعملكم منع خمسة سنة يعني بالحالتين رح تبصم على شو بين قوسين على العودة الطوعية فتنا والله نحن الأربعة وثلاثين شاب فيه معنا واحد مسن يعني عمره 57 سنة وكان بتصير معه النبات صرع ظل أسبوعين وما أخذوه على مشفى يعني ولا مستوصف ولا طبيب شاف ولا أبدا ولا طبيب لا بعد أسبوعين أرموا لفوا أنه بدون يطلعوا لا أخذوه على المستشفى فالمهم بيأخذون على هذا المدير تبع القوتش إدارسي تبع أضانا وبلشوا فينا كل واحد لحال وممنوع تحكي وكلبشين لورا هالمرة كلبشين لورا فوتونا مباشرة أجبروا 14 شاب بعد ما أجيت أنا وقلت له أنا صحفي وأنا راح أعمل تقرير للهيومن رايس بووتش وأنا راح أقدم الأسماء حكيت كل شيء أنا أخذت كل أسماء الشباب وأخذت كل أرقام وأنا حطيتها بوراها على جنب لكي نسربها لكي نسربها أنه في هدول الشباب معرضين للترحيل في شباب صغار أصغر عمرا يعني ضعفوا أو قاوموا تم تبصيبهم من الخلف وفي شباب بعد ما دخلت أنا ضلوا معي فنحنا سجلنا كل الأسماء باليوم الثاني خارج الكاميرات حطوهم بسيارات مفيمة وطلعوهم مباشرة على ترحيل الشباب اللي ضفوا ووقعوا مجبرين الجميع كان مجبر أدنى هددون تقريباً اللي طلعوهم أربعة عشر أربعة عشر شخص بين أنتون الغار ناس كانوا مجبرين أو ما بيعرفوا أنه هاي عودة طوائية ومنعونا من التليفونات لمدة ثلاثة أيام مشان لا نتواصل مع محامين أو نلاقي اسم محامي أو نلاقي أي رقم يعني أنا المنيح أن المحامي حط ورقه رقم التليفون بجيبتي يعني أنت مصادر تليفونك ما فيك تحكي مع حدا منعونا من التليفونات يعني فيه تليفونات هاي تبعى السجن لمدة ثلاثة أيام يعني كان فيه عملية اعتقال قصري كان فيه عملية ترحيل محاولة ترحيل قصري وكان فيه إخفاء قصري بالمعنى الحرفي إنه ما حدا بيعرف وينكن إنه ما حدا بيعرف وينكن مشان نمرأ هالناس اللي بدنا نرحلهم يعني فأنا بعد ما عرفوني أنه صحفي وكاتب وكزهال قالوا لنا نحنا ما نعلم قالت له أنا معي هوية الصحفي بالأمانات يعني موجودة قال شو بدي يثبت هالشي قالت له أمانات عندكن روح شوف الأمانات فصاروا ينكروا هالشي وخلوني 24 يوم يعني يعني كاية أنت ضليت بنفس المخيم بقضانة 24 يوم 24 يوم وبعدين؟ بعدين قالوا لي روح سبت عنواني قالت له ما أنا بسبت عنواني أصلا وين بدك تزدني يعني ومسبت عنواني قال فيه محكم عليك بمحكم إدارية بإسطنبول بعدين إجرد إجاني فجأة بعد شهرين ثلاثة بعد شهرين تقريبا أنه أنت عليك محكمة جزائية وفجأة المحكمة الجزائية عرفت عنواني ما شاء الله يعني شو هي المحكمة الجزائية؟ بسبب الكملك والتزوير والتزوير وطبعا سحبوا الكملكي يعني أنا هلأ محروم من الحقوق المدنية أبدا طب ليه تهموك بتزوير الكملك؟ أنا صحفي وكاتب ودائما أنتقد يعني أكتب أحيانا عن السياسات التركية تجاه ترحيل السوريين بحاول أنه دافع مثلا عن الصحفيين تم اعتقالهم لأنه قبلي كان في مجموعة من السوريين يعني لهلأ يمكن شيء أربعين صحفي يعني في مثل حالة علي مصطفى اللي رحلوا على سوريا ادخلت الأمم المتحدة رجعته من سوريا وكسب الدعوة ضد القوتش إدارسي فهذا التقرير قدمته للأمم المتحدة وقدمت هالتقرير كمان للهيومان رايس ووتش وطبعا إدارته هجرة كذبت لأنه إدارته هجرة كل يوم بتطلع بيانات وقرارات جديدة الله أعلم هلأ بده تغير شكل كملك مرة فسفوري مرة أحمر مرة أخضر ما بنعرف يعني مشان السمسرة تشتغل أكتر يعني بهال للأسف يعني يعني التعامل فيه نوع من الاستهتار بالتعامل مع السوريين فيه نوع من الكمين يعني أنا خايف أن نروح للمحكمة الجزائية تكون كمين جديد يعني بيقلك وله القاضي ما بيحبسك بس ما بنعرف الجندر ما بمكن تشيلك مثلا أي متى المحكمة عندك؟ ب31 31 هذا الشهر وإنت خايفة تروح لأنه ممكن تتعرض لنفس الموقف بتتعرض لنفس الموقف أنا ما عندي ثقة بهالسياسة ولا بهالحكومة يعني طب التقرير الصادر حاليا عن الأمم المتحدة هو عم يحكي تفاصيل هذه الرحلة اللي استمرت أكتر من 24 يوم بتزبط يعني هو وتفاصيل اللي ما يوصف أنه أنت هكذا في سبع صفحات يعني الأمم المتحدة والأمم المتحدة هلا بحاجة لتوضيح من وزارة الخارجية التركية لأنه هذا عملها يعني ممكن هي تقبل الحالات الفردية للصحفين والكتاب وممكن هي تقبل كمان الحالات الجماعية للأفراد والعائلات فالمحامي كورتلوش بيتمار هو كمان رئيس منظمي له عن آسيا من اللي جان اللي بتدافع عن حقوق الصحفين والكتاب ودافع سابقاً الإيرانيين وأفغان في تركيا وعنده كما ممكن عن طريق المحكمة الأوروبية فاتبنى قضيتي بشكل مباشر وأصدروا تقرير أمس فهنا بدون يحاولوا ياخدوا رد رسمي ياخدوا رد رسمي من الجهات المسؤولة ويتجنبوا الموضوع للمحكمة الجزائية لأنه هن راح يدافع عني بشكل مباشر إذن تقرير الأمم المتحدة الآن صار بين أيدي وزارة الخارجية التركية التركية واعتبروا في حوالي أربع أو خمس انتهاكات لحقوق الإنسان هذا الانتهاك السياسي والأخلاقي اللي هن تعدل لي هن اللي يأجو بالتقرير مثل مثلا أنه بدون محكمة انت شلتني من قوتش إدارسي اللي هي إدارة الهجرة بدون محكمة وبدون علمي وبدون أختار تاني شيء أسلوب التعامل من أنه كلبشونا وحطونا ونقلونا يعني بطريقة لا تليق بإنسان يعني أنت دولة داخل الأمم المتحدة ومواثيق الأمم المتحدة لازم تحترم المواثيق الإنسانية حتى قبل أخلاقك لازم تتعامل بها الطريقة هاي الانتهاك الثالث أنه كانت محاولة ترحيل قصري أنت بتعرف أنه أنا لاجئ يعني أنت بتعرف أصلا أنت حياتك مهددة بشمال سوريا إذا بتروح أنا صحفي وكاتب يعني أنا بحكي تنتقد جميع الأطفال سواء قوة الأمر الواقع سواء النظام سوري الجميع يعني أنا بطبيعتي أكتب يعني وإلي أراء وإلي مقالات وإلي كذا فأنا أكيد راح تحسب يعني حتى أنه حكيت أنه سألت له لمدير الهجرة في أنطنة أنه إذا بتحب تعذبني هون ليش أنت عم تعذبني عم تأخذني ونحبس لحبس ونكلبشني وعم تعرض لي عضلاتك وهرواتك يعني أنت ما شاء الله دولة يعني بدك تحترم الناس اللي عندك يعني طب يعني لو هيك تلانا شوي عن موضوع الأمم المتحدة بعجالة وضع المخيم صحيا كأعدة كمعدات كأساسيات حياة كيف كان بأضنه؟ أول ثلاثة يام تعاملوا معنا بشكل بائس جيد بائس بائس إيه منع تليفونات منع تواصل منع كذا بينما بعدين شافوا أنه ما فيه بس كانوا يلعبوا اللعبة النفسية يعني معنا مثلا لدرجة أنه فيه شباب اتنين أنه لا تستسلموا قال لا شو كانوا هنه بشرطه؟ أنه إذا هاي منمشيك دغري منطلعك من السجن يعني هنه عم يلعبوا نفسيا معنا إذا شو؟ إذا بدك تطلع وترجع على سوريا آه أوكي يعني هنه عم يلعبوا تلعب نفسي ساعة بيجيب لك والله مرشد اجتماعي والساعة مرشد نفسي ما بنشوفه المرشد النفسي طبابة أحيانا لنستنى لا يجو يعني أنا مثلا عندي مشكلة بالمعدة يعني بدي يعني نوع من الدواء وكذا وهاي فلا بعد يومين ثلاثة أربعة لقدرت أخذ هالدواء إذن أنت الآن بدون كملك عندك محكمة جزائية واحد ثلاثين شهر ونطرين ردود من السلطات التركية عن ما جرى خلال العام الماضي شو متوقع؟ إن شاء الله أنا متوقع أنه يتم انصافي لأنه عندي محامي أيضا بالمحكمة الجزائية عدا محامي المحكمة الإدارية لا لغوا المحكمة الإدارية وعملوا لي محكمة جزائية فورا جزائية فالنالون يعني بتكون شوفوا شوفوا المكتب مثلا أو السمسرة تماما أنا هاي طلب دي اترك عليها أنه أنت حضرتك باصم بقسطمون ونقلت بناء على بطاقة الصحفيين لاستنبول لأنه كان في استثناء لوزيرة الداخلية بـ 2019 أنه يتم نقل الصحفيين مباشرة لأسطنبول تم النقل من قسطمونو إلى أسطنبول على هالأساس وأنا مقتنع بهالقناعة هاي بعدين اكتشف أنه كما يبدو أنه السمسرة هني متصرفين من عندهم على السيستم معنك ما نقول معنى على السيستم موجود بإسطنبول بإسطنبول السيستم إسطنبول لأنه عندي المحكمة الجزائية بإسطنبول وما علي توقيع وكمان فيه كان بيان بدي أحكي كمان اللي يساعدني بعدم الترحيل هو بيان رابط كتاب السوريين وجميع المواقع السورية أصدرت تبنت البيان وانتهاكات حقوق الإنسان والمراسلين بلا حدود ونظمة قلم الدولية فكان في حملة على مدى الـ 24 يوم اللي كنت فيها بالحبس تجاه تركيا حتى أيضا صحف ومواقع تركية كتبت باللغة التركية أنه يتم اعتقال قصرا للكاتب السوري كذا يعني أنه أنا مبين أنه كاتب وكذا وهاي فأنه القضية مو أنا اللي يزم فيها حاسبوا المكاتب اللي أنتوا تحت عينكم وموجودة عندكم بنفس منطقة بيزيد ما تحاسبوا الناس اللي هنه ضحايا أصلا فهنا هو عميساوي بين يعني عميلاي أي حجة أو كما يبدو هو سياسة أنه نحن والله نحن نبطل الكمالك ونحط الكمالك وسعب نغير الكملك يعني أو قات بيقولوا أنه يعني سوق فهم للقوانين من الموظفين أحيانا بيقولوا سلوك فردي لا أسوق فهم من السوريين هلا عندهم يعني مثل ما شاء الله تجوزوني واحدة ما بعرفها أنه هاي القصة كتير يعني يمكن بدي لحالة حكاية أنه أنت ثبتوا لك وزوجوك وحدة أنت ما بتعرفها وقدرتت تحلاي القصة بعدين ما قدرت أنت لهلأ مزوج المخلوقة هاي على الكملك على الكملك هلا ما فيني يتجوز واحدة يعني في عندي بدي ثبت زواجي من ما بتقدر ما فينا هدا أهم من لسه الاحتجاز يعني هلا لسه كمان تجي تهمة جديدة يعني وكمان بعد ما رجعت طلعوني من البيت حسنا صاحبي البيت فجأة انضغط علي الله أعلم ليش ضغط علي أنه بدوا البيت فطلعت هلا تغير العنوان هلا في حجة عند القاضي هلا تريد تروح تثبت عنوانك يعني حكم قرقوش هلا أنت كل معلوماتك معناها في كركبة على السيستم التركي متزوج غير زوجتك وهي أصلا متزوجة ويعرف ويقرأ ويكتب وغير صحفي وغيرت عنوانك ومانك صحفي يعني عملية أعماء مقصود ما بعرف يعني على الأساس أنه دولة زكية يعني مرات في دكتور جامعة صديق إليه يعني عرفه تخصصه بعلم الاجتماع هو نفسه يعني رفقاته بجامعة دمشق ما بيعرفوها 14 سنة ما شاء الله على الزكاء يعني يا أما زكاء انتقائي يا أما ما بعرف يعني هي القصة طبعا يعني نحن أكيد بانتظار التوضيح من وزارة الخارجية حول التقرير الأممي والممارسات وما أسميته انتهاكات بحقق وما بعرف متوقع أنه يكون فيه نتائج إيجابية إن شاء الله إن شاء الله يعني أنه ما تعرض للترحيل إن شاء الله أكيد لا إن شاء الله والعدل يعني نحن نطرين العدل إن شاء الله ومنتمنى لك السلامين ما بعرف إذا بدك تتحكي شي بنهاية هذا اللقاء ما بعرف أنا ما عندي ثقة يعني بإدارة الهجرة يوميا عنده قوانين ويوميا عنده تخبيصات جديدة يعني السوريين محتارين يعني أنا بعتبر أنه إدارة الهجرة صارت كميل للسوريين فيه شابين راحوا على المحكمة الجزائية وتم ترحيله تم ترحيله بعد الثقة يعني نحن نتمنى أنه ما حدا يمرأ بهذه التجربة القاسية وخاصة أنه ولما كان آمن بسوريا بالذات للسوريين يعني اللي طالعين من سوريا ما نطالعين سياحة أبدا أبدا نتشكر وجودك الكاتب والصحفي محمد زعل السلوم نتمنى أنه أمورك تستقر وشكرا لكم متابعيننا نلقاكم بي بودكاست جديد باي باي أوريانت بودكاست نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا